أهلا بكم التقى قداسة البابا فرنسيس في حضرة الفاتيكان بمجموعات الطلبة الذين فازوا بمصابقات الكتاب المقدس التي جرت مؤخرا في الناصرة بمشاركة مئات أبناء الشبيبة من الأراضي المقدسة في فلسطين وقال قداسته في كلمته أمام الفائزين بحضور ألاف المؤمنين القادمين من كافة أنحاء العالم إن من يجهل الكتاب المقدس إنما يجهل المسيحة حيث أن يسوع هو الذي يفتح أذهاننا على فهم الكتاب المقدس وشكر قداسته الرعاية على عملها المستمر في التربية على الإصغاء لكلمة الله أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية خاصة القادمين من الأرض المقدسة والفائزين في مسابقة معرفة الكتاب المقدس التي تقام كل سنة في مدينة الناصرة قال القديس إيرينوموس إن من يجهل الكتاب المقدس وإنما يجهل المسيح والعكس صحيح فأن يسوع المسيح هو الذي يفتح أذهاننا على فهم الكتاب المقدس إني أشكر الرعاية وأشجعها على عملها المستمر في التربية على الإصغاء لكلمة الله بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر